السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه ويراب تكونوا بقى الفخير هنعمل النهاردة الحوابش الاسكندراني على اصوله زي ما الكتاب بيقول عجينة طرية وبخلطة لحمة اخر لزازة وسر تماسك اللحمة جوه العيش احلى حوابش الاسكندراني ممكن تكلوه والكمية دي بنص كيلو دقيق بس وربع كيلو لحمة مفرومة يعني اوفر من برة واحسن الف مرة والطعم بقى ينافس اي مطعم اخر لزازة يلا بينا نشوف هنعمل ايه بس الاول ما تنسوش تصالوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اول حاجة هنجهز خلطة اللحمة معايا البصل والطماطم وفلفل كوبي وكمان قرن فلفل حامي طبعا الحوابش بيحب البصل يعني انا مستعمل لها ربع لحم مفرومة دول تقريبا ربع كيلو بصل وواحدة طماطم صغيرة والفلفل الكوبي الاتنين دول وكمان استعملت قرن فلفل حامي طبعا الحوابش لازم يتحط فيه فلفل حامي بيخلي طعمه حلو جدا جدا وحرش كده وبيفرق جدا في الطعم هقطع الخضار علشان اضربه في الكبة الفلفل شيلوا منه البزر علشان ما يمررش معاكم الخلطة ممكن ان انتو تضربوا الحاجات دي كلها وتخلوها نعمة خالص وممكن تخلو الحشوة دي خشنة شوية حسب ما انتو عايزين لو بتحبوا البصل يكون باين في اللحمة خلوها خشنة شوية لو انتو من الناس اللي مش بتحبوا البصل يكون باين قوي في الاكل فخلوها نعمة سواء ده او ده حيطلع معاكم الحوابشي طحفة كده خلاص تمام قطعت الخضار كله والفلفل شيلت منه كله البزر علشان ما يمررش حبدأ ان انا اضربهم بقى في الكبة كزا حد كان بعيتلي على الفيسبوك عايزين طريقة حلوة للحوابشي الاسكندروني اتمنى بقى ان هما يوصلهم الفيديو كده ويعجبهم ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا الفيديو لأي حد بيحب الحوابشي وده كده شكل الخضار بعد ما ضربته بالكبة هخلص الكمية كلها وارجعلكم كده تمام آآ الحشوة دي انا ضربوها نعمة شوية لان انا مش بحب البصل او يكون باين في اللحمة ما حيسش ان انا باكل بصل كتير فعشان كده انا بدربها نعمة ومعايا لربع كيلو لحمة مفرومة زي ما قلت لكم ومبشرت عليه شوية من اللية لو عندكم هتدي طعم للحوابشي طحفة هبدأ ان انا انزل بالخلطة اللي عملتها دي على اللحمة المفرومة ولو ما عندكوش لية وانتو بتشتروا اللحمة من عند الجزار قولوا له ادينا حتي تتلية بخلوها في الفريزر بتنفع في حاجات يامة جدا وبعد كده هننزل بالبهارات معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة بابريكا وجنزبيل وفلفل وكمان رشة صغيرة من جسط التيب واخر حاجة بقى خلطة الحوابشي بتاعة ماجي بتدي طعم للحوابشي طحفة جدا جدا زي الجاهز واحسن كمان هناخد منها معلقة كبيرة ونحطها على الخلطة الحلوة اللي عملناها دي وهتاكله احلى حوابشي اسكندروني هنقضي بكل الكلام الحلو ده بقى مع بعض كويس جدا ونخلي خلطة اللحمة تتماسك كده كلها في بعضها اهم حاجة في الحوابشي ان احنا نخدم اللحمة حلو ونعمل لها تدبيلة حلوة لان هو الطعم في الاساس بتاع الحوابشي في اللحمة فالخلطة اللي احنا عملناها دي هتدي طعم للحوابشي طحفة جدا انا كمان زودت لها معلقة صغيرة خل بتدي طعم لللحمة حلو جدا بصوا بقى شكلها بعد ما عجنت فيها شوية ومشاء الله اللحمة متماسكة وشكلها مضبوط زي ما انتو شايفين وريحاتها بقى تجنن قلب الدنيا ولو حصل وانتو بتعجينوا اللحمة حاسيتوا ان هي مش بتلم معاكم كويس ومش متماسكة ممكن تزودوا لها معلقة دقيق علشان تمسك معكم كويس ولكن لو متماسكة متزودوش عليها اي حاجة كده خلاص حشوة اللحمة جاهزة معايا مفيش اسهل من كده هغطيها ودخلها لطلاجة لحد ما جاهز العجينة بتاعة الحوابشي معايا نصد كيلو دقيق منخول هنزل عليه بمعلقة صغيرة من السكر وربع معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية عايز اقول لكم ان انا هسيب لكم مقدير كل حاجة في التسكريبشن بوكس وما تنسوش تبصوا عليها وربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر او البيكنج صودة المتوفر عندكم هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا علشان الخميرة تختلط مع الدقيق هي والبيكنج بودر وكل الحاجات اللي ضفناها عشان كلهم يختلطوا ببعض ويدوبوا مع بعض كويس جدا بعد كده هنزل بمعلقة ونص من الزيت اي زيت نباتي متوفر عندكم هنبدأ نفرج الدقيق مع الزيت كويس جدا زي ما عملنا بالزبط في الفيديو اللي فات في عجينة البيتزا لو لسه ما شفتوش الفيديو ده حسبه لكم في الدسكريبشن بوكس بعد ما تشوفوا ده ادخلوا بصوا عليه على طول هيعجبكم جدا جدا وهتعملوا احلى عجينة البيتزا بعد كده هبدأ انزل بالمية الدافية الكمية دي من الدقيق نص كيلو هتاخد حوالي كباية ونص من المية الدافية بس انا مش بفضل ان انتوا تنزلوا كيمية المية مرة واحدة لان مش كل انواع يلدقيق زي بعض هنزل الاول بكباية واحدة والنص التاني هبدأ انزله تدريجي شوية بشوية لحد ما القوام يزبط معي انا الاول بحب اقلم كده العجين شوية بالسباتيولة وبعد كده طبعا هستعمل ايدي لو عندكم عجان تقدروا تحطوا كل المكونات دي مع بعض هياخد معكم في العجان خمس دقايق ولو هتعجنوا بأيديكم هياخد معكم مش اقل من عشر دقايق لازم تعجنوها كويس جدا جدا الاول بدأت ان انا قلم العجينة كويس الاول زي ما هي في البولة كده حبدأ ان انا بس عجينها بسيط وقلمها كويس لحد ما تبقى معي كلها كتلة واحدة وما فيهاش اي حاجة مفرويلة حسيت ان العجينة لسه برضو نشفة شوية زودت عليها برضو حبت مية صغيرين زي ما انتم شفتوا كده انا بزود المية شوية بشوية وهكمل عجن فيها وحبدأ ان انا قلمها تاني انا حسيتها بدأت تترى معي شوية واعتقد هي كده خلاص مش هتحتاج اي مية تاني اهم حاجة ان انتم تزودوا كده بالراحة علشان تزبط معيكم متحتاجوش ان انتم تزودوا لها دقيق تاني اخدت بقى العجينة على الرخيمة وده هانتهى شوية زيت وحبدأ ان انا اعجن فيها كويس جدا جدا مش اقل من 10 دقايق زي بالزبط ما عملنا في الفيديو بتاع البيتزا الفرق بقى ما بين الاتنين ان احنا هنا مش هنسيب العجينة تخمر احنا هنسيبها بس تستريح 10 دقايق مش اكتر من كده عكس البيتزا سيبنا العجينة لحد ما خمرت حوالي نص ساعة بصوا العجينة ما شاء الله بدأت تترى وعملة في ايدي زي القطنة كده طرية وطحفة شايفين ما لمسها عامل ازاي ما شاء الله مفيش احلى من كده وده كده شكل العجينة في الاخر بعد ما عجنت فيها حوالي 10 دقايق شايفين طبعا بين ما لمسها وبين قد ايه هي طرية في ايدي ما شاء الله طحفة جدا مفيش احلى من كده وريحتها بجد حلوة جدا جدا هحطها في البولة وغطيها بالستريتش راب وحسيبها تستريح حوالي 10 دقايق بعد ما عد 10 دقايق العجين اهي زي الفل مشاء الله وريحتها بجد حلوة جدا جدا بصوا بقى العجينة في ايدي عاملة ازاي طرية جدا وقوامها طحفة انا مش عارفة امسكها من كتر ما هي طرية دهنت الورخينة شوية زيت وحابة ان انا اقسم العجينة وعايز اقول لكم انا مبسوطة بالعجينة دي جدا 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 حابة ان انا اقسمها على عدد العيش اللي انا هعمله الكمية دي هتعمل معي خمسة رغيف حواوشي طبعا اوفر من بره الف مرة دلوقتي تقريبا رغيف الحواوشي لما تضجوه من عند اي مكان مش اقل من سبعين او تمانين جنيه فان احنا نعمل خمسة بالكميات اللي احنا عملناها دي بنص كيلو دقيق وربع لحم مفرومة طبعا اوفر كتير جدا جدا. علشان كده ما تكسلوش واعملوا الحاجات دي في البيت هتفرق معاكم جدا جدا اولا هتتبسطوا ان انتو عملتوها في البيت ونجحت معاكم وسانين هتتبسطوا ان انتو وفرتوا. والاهم ان احنا ضامنين احنا عاملينها ازاي ومعمولة بادينا وضامنين نظفتها وعارفين احنا بناكل ايه. دي اهم من اي حاجة. هقسم الخمس كور بنفس الطريقة كده باخد كل كورة واعد اقوارها كده في ايدي شوية لحد ما تاخد معايا شكل الدايرة ده. واحاول ان انا ازبطهم كلهم. قد بعض. بصوا انا في الاخر بحب برضو اوزنهم علشان اتأكد ان الفرقات ما بينهم كده بسيطة. لكن لو لقيت واحدة كبيرة عن البقيين باخد منها وازود لاي واحدة تانية. فلو عندكم ميزان اوزنوهم عشان تضمنوا ان هم تقريبا قد بعض. كده خلاص خمس قطع العجين جهزين معايا. هغطيهم بالستريتش راب وحسيبهم عبال. ما اروح اقسم اللحمة على عدد العيش اللي طلع لي وارجع لكم. الكمية ما شاء الله مزبطة وقطع اللحمة كويسة جدا جدا ولا صغيرة ولا كتير. نص كيلو دقيق ربع كيلو لحمة مفرومة. مفيش احلى من كده. نبدأ بقى في تجهيز الحواشي الاسكندراني. هقولكم على طريقة سهلة جدا جدا وحتخلي اللحمة من جوه مفروضة كده ومش هتاخد معاكو اي وقت ولا مجهود. هتاخدوا قطعة العجين في اتكم وتبدأوا تفردوها بالايد التانية بالشكل ده. تفردوها كده بسيط. وتجيبوا قطعة اللحمة هتحطوها في النص. وبعد كده تبدأوا تقفلوا عليها بالاطراث بالشكل ده كده. العجينة ما شاء الله علشان طرية هتلاقوها بتقفل معكم بسهولة ولا هتشقق ولا هتعمل اي حاجة. شايفين ما شاء الله تحفى. تبدأوا تقفلوها كده كويس من تحت. وتكوروها بأيديكو. وتسيبوها على جنب. ما فيش اسهل من كده ولا احلى من كده. هنغطيها برضو باللستريتش راب لحد ما نخلص الكمية كلها. اهم حاجة في العجين ان احنا نغطيه علشان ما ينشفش. هنعمل واحدة تانية مع بعض هنفردها كده على قدينة بالشكل ده. بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة. وبعد كده هناخد قطعة اللحمة ونحطها على العجين ويبدأ نقفل عليها من الاطراف بالشكل ده. سهلة جدا وما فيهوش اي حاجة صعبة. وزي ما انتو شايفين كده قطعة اللحمة على قد قطعة العجين يعني ولا هتطلع معاكم برا العجين ولا العجين هيشقق منكم ولا اي حاجة. هتطلع معاكم مظبوطة جدا ان شاء الله. وبعد كده هنكورها كويس كده في ايدينا علشان اتأكد ان هي تقفلت حلو ونخلص بقي الكمية بنفس الطريقة. نفيش اسهل وان كده. خلصت كل الكمية وغطيتهم وستهم يرتاحوا بس خمس دقايق. بعد كده هنبدأ ناخد واحدة واحدة ونفردها على الرخيمة. مهم ان احنا نكون ندهنين الرخيمة شوية زيت علشان العجينة ما تلزقش. ونبدأ نفردها بادينا بالشكل ده. مش هنستعمل ولا نشابة ولا اي حاجة خالص. هنفرد الرخيف بادينا. هنبططو كده بالراحة ونحاول نساوي اللحمة جواه. الصينية او الصاجة اللي هنخبس فيها مهم ان احنا نحط فيها شوية زيت حلوين كده. وندهنها بالفرشة كويس جدا علشان العيش يطلع معانا من تحت مقرمش كده وتحفق. وبعد كده هنشل الرخيف بالراحة ونحطه في الصينية هيطلع معانا بسهولة لان احنا دهنين السطح اللي احنا شغالين عليه بالزيت. شايفين بقى ما شاء الله الرغيف الواحد قد ايه? تقريبا نواخد مقاس الصينية كلها يعني الرغيف الواحد يشبع. ونكمل باقي العيش بنفس الطريقة بالزبط. سهل جدا اهو وما فيش اي حاجة صعبة. بعد كده هنجيب شوية لبن صغيرين وعليهم نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوابان ونقلبهم كويس مع بعض. وده علشان ندهن بيهوش العيش علشان ياخد معانا لون دهبي حلو جدا في الفرن. بس الاول بالشوكة هنخرم وش العيش بالشكل ده علشان نخرج اي هوا منه. واخر حاجة هنعملها هي رشة سمسم ورشة حبة البركة على الوش. ونخلص الباقي بنفس الطريقة وبكده يكون الحواوشي جاهز ندخله الفرن. اهم حاجة ان الفرن يكون سخن جدا جدا بنسيبه على اقل ربع ساعة يسخن قبل ما ندخل في الحواوشي. وبندخل الحواوشي الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة متين لمدة عشر دقايق لربع ساعة وبتشوفوا لو لقيته احمر من تحت ومن الاطراف هنشغل عليه الشوية علشان ياخد لون من فوق. وبعد عشر دقايق هتشمه احلى ريحة في المنخ. واول ما الحواوشي يطلع بنرش عليه كده رشة مية صغيرة ونغطيه بالفوتة ونسيبه عشر دقايق علشان الوش بتاعه يطره ويبقى حال. ايه رأيكم بقى في الجمال ده. احلى حواوشي اسكندروني ممكن تكلوه في حياتكم. مفيش احلى ولا اجمل من كده. شايفين جمال اللون? جمال العيش. يجنن. وبصوا بقى شكل الحواوشي من جوه. اللحمة طبعا استوت وزي الفل. وبالنسبة للطعم بقى كان اخر لزيزق. مفيش احلى ولا اجمل من كده. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم. حاستنى رأيكم في الكومنتس وكمان لايك واشير. وما تنسوش تشتركوا في القناة. وفعلوا الجرس علشان يجع لكم كل حاجة جديدة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. وبي باي.